الحياة في واد فكين زي طبيعة البلد هي طبيعة جميلة والحياة جميلة في واد فكين انه كل الناس عايشة على الطبيعة على الارض بتزرع الارض طبعا مع الوقت ومع نشوء المستوطنات خفت هاي المي وكم المي الموجود في القرية انه احنا عنا قناعة انه المستوطن هو بديو ياخد ارضنا تحرفنا عليهم عن طريق بعض الناس اللي بيشتغلوا في من قرية واد فكين بيشتغلوا بصور هداسة وبيعرفوا هدول الناس وبيعرفوا انه لهم نشاطات مع الفلسطينيين وتساعدونا بتقديم شكوى رسمية ضد المستوطنين اللي بيجوا بخربوا باراضينا هون منجم آن الفلسطينيين أحاول فا نزل من الهوان يمين الناس هناك الفلسطينيين والشبه بخربوا بلاد هناك احتفالي قطار ويوان بمثال الإنور بان الانية الانساء ويجي بات تدعم بلهم يجمع تمين بأمور مجتمع ويكون احفظون بالمستوطن وكيف تشغيل المنطقة في المنطقة فهو لا يمكنك تغيير. ويستطيع تغيير. ولكن للمساعدة الناس هناك 30 عام و لم يكن لدى هنا لأنهم بأس رأس ويجب أن أريد أجل 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 يجب أن يكون هناك أجل ويجب أن يجب أن يجب أن تجب أن يكون هناك ليس لديهم أجل أن أجل أن أجل هناك أجل أجل في هذا المنطقة المتابع هم نفعون بأنهم يساعدون أنهم ليس كل الناس جيدة. التفاق أننا نحاول إعطاء العيوانين إلى المساعدين. لعوانهم يصبح بأننا نفع. لأنهم يشعرون أنهم ليس محطمة عندما يستطيع الوضع. هذا هو صحيح الأعمال. احنا بفلسطين كل شخص وكل مواطن من مواطن فلسطين بتمنى انه يشوف العدالة للأسف ما في احنا ما في انصاف بالنسبة إلنا نهائيا يعني فقط احنا ننتظر العدالة أن تأتينا من السماء من الأرض ليس لدينا الأمل الكبير أن تصلنا العدالة من الأرض احنا بتنقصنا العدالة العدالة الإنسانية العدالة البشرية اشتركوا في القناة